أسأل كثيرا عن الأوضاع الاقتصادية وتداعيات الاقتصادية لما يجري لكن قبل ذلك أعداد المصابين في الولايات المتحدة بفيروس كورونا تقفز حاجز المائة والعشرين ألف اليوم وعداد الضحايا تتخطى الألفين وأكثر لتصبح الولايات المتحدة بؤرة التفشي الأساسية لهذا الوباء بأرقام ربما هي أعلى من أرقام الصين كيف حدث ذلك بتصورك؟ لأي مدى باعتقادك عدم لجوء الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات احترازية مبكرة أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن أهلا بحضرتك وبضيفك الكريم وبكل المشاهدين أينما كانوا في الواقع هناك عدة أسباب للارتفاع الشديد في أعداد المصابين داخل الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هذه الأسباب من وجهة نظري الشخصية هو التعامل غير المحترف سياسيا من الرئيس دونالد ترامب عندما تلقى تقارير أجهزة المخابرات الأمريكية في ديسمبر الماضي وفي يناير الماضي أيضا بأن هناك وباء ربما ينتشر ويتفشى داخل الأرض الأمريكية بشكل كبير وتعامل معها على أنه كما لو كان مرض الإنفلوانزا الذي سينتهي بالنهاية الصيف واتضح بعد ذلك أن كل تفكيره في هذا الإطار كان خاطئا الشيء الآخر هو يتعلق أيضا بالرئيس دونالد ترامب الذي بعدما شاهد الجائحة وتنامي الأعداد المتزايدة في الإصابات وأيضا مدى تأثيرها على كل من هم يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم يتخذ إجراءات كافية لحماية المواطنين الأمريكيين بفرض مثلا مسألة حظر التجول أو تقليل حركة الطيران الطيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن الرحلات تسير بشكل شبه طبيعي رحلات كثيرة جدا يوميا من وإلى مختلف الولايات هذا أمر غريب جدا من الإدارة الأمريكية الأمر الآخر والثالث في هذا الإطار أيضا مسألة زيادة الأعداد بهذا الشكل الكبير هو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تقوم بعمليات فحص لاختبار فيروس كورونا مع المصابين بشكل كبير جدا يعني يوميا هناك عشرات الألاف من الفحوص تأتي منها ربما حتى الآن بدأنا ندخل في مرحلة عشرين وثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين ألف إصابة يومية يتأكد أن هناك إصابات يومية وحمدون للفيروس داخل الولايات المتحدة الأمريكية هذه هي الأسباب الثلاثة زيادة الفحص مع طبعا السبابين الأولين وهما إدارة سيئة من الرئيس دونالد ترامب حتى الآن لهذه الأزمة